بطرس الأولى وأصحاح واحد وهو بينادي الدعوة دي للقداسة بيقول إيه لأنه مكتوب كون القدسين لأن أنا قدوس عد 16 بيقول إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محبا حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف إيه بقى بتخوفني ليه هنا بتخوفني ليه وده اللي كتبه كتب العبراهيم في أصحاح عشرة بالتفصيل هنجلها حالا بيقول إيه خلي بالكم أنت ربنا ده بقى باباك صح تدعون أبا وبقوله يا أبا الأب وبقوله بابا وبابي ودادي صح والذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله مظبوط إحنا أولاد الله وتدعون أبا خلي بالك هذا الأب يحكم بغير محابا يعني إيه العبارة ديت بنقولي الحكاية دي كتير وقلتها أكتر مرة في مدرسة المسيح أنا لو أب صالح وابني أتخاني مع ابن الجران وضربوا أو أهانوا أو شتموا عشان ده ابني أروح أدفع عنه وروح للجران وقولهم لأم ابنكم ده ده ابني ولا أروح أقول لهم أنا آسف واجيب ابني وقوله لازم ايه تعتذر وترد المسلوب ده ابنك هو عشان ابني أحبيله ولا لو ابني أعمل إيه أربي لو حبيت لابني ولأن ابني من حق يغلط أبقى أنا راجل صالح أبقى أنا راجل مزبوط أنتوا عايزين ربنا لما إحنا نقلط عشان إحنا أولاده يفوت هلنا لكن الخطالة لما يغلطوا يدينهم بابي بقى لا هذا الأب يحكم بدون محابة بررني بدمه لأنه حمل خطيتي فمش أقودان على الخطيئ إذن ده تصريح إن يعمل لأنا عايزه لا ده حيحكم بلا إيه محابة فلو أنا ابنه بصحيح وبغلط حيفوتلي بالعاكس ده لأنه مش هيديني لأنه حمل خطيتي حيربقني وحيزبطني قبل ما يأخدني لأنه لو ما زبطيش قبل ما يأخدني مش مش هيخدني إذا ما زبطنيش قبل ما أطلع مش هطلع هعمل إيه هنزل شكده بيقول سيروا زمانة غربتكم بإيه خوف لا تأخدهش كده إفهم كويس هو بررك لأنه حمل الخطيئة فلا شيء من الدينون أن أنا على دين هم في المسيح سوع بشرط أني أعيش القداسة وأني قبل ما أطلع من هنا أبقى حساباتي متزبطة ترجمة نانسي قنقر